تعال بقى أروح لك للأزمة أروح لك للأزمة وإنتوا عارفين إن بطبيعة الحال إحنا متعودين بنخش في أزمات والله ما فيش أزمات في الكرة هنروح للسباحة هنروح للطيرة هنروح للسلة هنروح لليد بس هنعمل أزمة هنقعد كده فضلين تعال أحكي لك بقى بالتفصيل الممل اللي بيحصل في قصة محمد عدلان لعب كرة اليد الناشئ ما بين الأهل والزمال بالتفصيل الممل وأقول لك اللي هيحصلها بص يا سيدي الأهل بيواجه أزمة في تعاقده مع محمد عدلان لعب طلع الجيش اللي أعلن عن التعاقد معه بشكل رسمي بسبب عدم حصوله على توقيع اللاعب بنفسه حيث حصل على الاستغناء من نديه فقط ولم يحصل على توقيع اللاعب الزمالك بيواجه أيضا مشكلة لأنه ذهب من أجل التعاقد مع اللاعب وحصل على رغبته دون الحصول على الاستغناء من الناديه الأصلي ولو قدم الزمالك العد أو ظهر توقيع اللاعب له سيكون الزمالك معرض لمواجهة غرامة قيمتها 500 ألف جنيه بسبب الحصول على توقيع اللاعب من خلف نديه الأصلي الذي يرتبط بعقد مع اللاعب مستمر لمدة خمس سنوات بالمناسبة المعلومات اللي بقى رأى لحضراتكم دي من مسؤول باتحاد كرة اليد اللي بعد لقاحت اتحاد كرة اليد أيضا بها ما يعوق رفض اتمام تعاقد الأهل مع اللاعب بسبب تواجد سنائي دولي في نفس مركزه وهما محسن رمضان ومحمد لاشين وهي رؤية فنية للاتحاد وهو سبب مهم أيضا في ربما تحويل دفة اللاعب من الأهل إلى الزمالك برضو مرة أخرى بكرر لحضرتك لحضرتك أن هذه المعلومات تبقى لمصدر مسؤول باتحاد كرة اليد بعد كده اتحاد كرة اليد لم يصلوا من نادي الزمالك أو النادي الأهلي أي مستندات أو مكتبات رسمية لبحث موقف اللاعب حتى الآن وهو ما يعني أن الموضوع كان لم يكن ولا يمكن للاتحاد اتخاذ قرار رسمي حول تلك الأزمة إلا عندما يصل إلينا بحسب اتحاد كرة اليد مستندات رسمية هتقول لي رأيك إيه في الموضوع ده هقول لك أنا في حاجات ما بفهمهاش يعني أنا دلوقتي النادي نادي اللاعب اللي هو طلع الجيش وافق للنادي الأهلي على ان تقال اللاعب إليه واللاعب حسب مصدر بالنادي الأهلي قال لي أنه اللاعب كان موافق وولده كان موافق بعد كده الزمالك وصله أنه اللاعب عايز يلاعب في نادي الزمالك فرح الزمالك قال له طب خلاص تعال وقع معنا فأصبح دلوقتي نادي ترى الجيش مخلص مع الأهلي وده الشكل الرسمي الطبيعي وأصبح الزمالك مخلص مع اللاعب الحكاية هتروح لي فين؟ مش عايز أحسن أنها هتروح لي فين؟ عشان أنا في حاجات ما بفهمهاش قانونيا وإجرائيا أكيد اللي بيعملوا الحاجات دي كلها بيبهموا اللي فهمين أكتر وأتمنى يكونوا فهمين فنتخلونا نشوف الأيام اللي جاية بتقول إيه بس هو الواحد بس بيدايق من فكرة أنه كل ما نقول للدنيا هدية وأحسن وأهدى ما بين الكابرين الأهلي والزمالك الدنيا بتطلقبط تاني فإن شاء الله الدنيا ما تطلقبطش والناس المحترمة في النادي الأهلي والناس المحترمة في نادي الزمالك يخلصوا الحكاية دي وبساطة شديدة مش نقصة دوش مش نقصة دوش